تمام فبالتالي هرجع برضو خلاص الانتخابات أمر الله نفذ وتعملت فبالتالي هل النظام المختلط هو الحل الوسط ما بين الرأي اللي رافض تماما الانتخابات ورأي المؤيد تماما لفكرة الفردي فبالتالي الانتقال إلى الديمقراطية الكاملة يعني كحل وسط في البروزيس لا أتفق أبدا 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 مع أي حاجة غير الفردي النهاردة ما احنا عمرنا ما هنتعلم بقى نبقى خوالم كده ولا متنوع ولا أحزان النهاردة القوائم لن ينتج عنها قوائم لن ينتج عنها أحزاب انتي عندك صراعين تشكلوا بدءا من 25 يناير احنا مش مستوعبنا الصراع والاثنين مشتبكين صراع ديني سياسي وده من أخطر ما يمكن لأنه اللي احنا بنعمله ده بنؤجج هذا الصراع لصالح المجهول الصراع الآخر صراع تقدمي محافظ الصورة قامت بنبض تقدمي رجل الشارع اللي بنسميهم حزب الكنبة لازالوا في مرحلة المحافظ ما ينفعش ان الصورة قامت اللي هي قامت نمرة واحد من أجل إزالة الطغيان وهذا نجح وفي تقديري ان الصورة بدأت يوم 25 وانتات يوم 11 ما بعدها هو الفاعل السياسي اللي كله بيتكلم بإسم الصورة بس ده مش حقيقي هو فاعل سياسي وأصبح بيدغط على مطالب الصورة عشان كده حصل انفجار يوم 19 نوفمبر ما حدش مستوعبه وكل التعامل معه بطريقة غلط جدا وهذا الانفجار كان بسبب جزئية في انه الناس رأت ان الداخلية تتعامل ك28 يناير فحدث هذا الانفجار والصورة لم تنتهي والصورة هو هذا النبض التقدمي وهذا النبض التقدمي لم يحدث وهناك دايما لعب على حساب اللي قاعدين خايفين على لؤمة العيش ومعرفش ايه مستعدين لأي حاجة لكن هذه الصورة وهذه الإرادة التي تشكلت التي تمثل النبض التقدمي لن تسكت إلى أن تحصل على ما تريد وهي قادرة على فعله أنا عايز أنقل مصر بأقل خسائر إلى المستقل أجي أتعامل نمرة واحد مع واقع ما ينفعش أقول أنا الصح أن أنا مقتنعة تماما أن النظام السياسي ينبغي أن يكون في النهاية في آخر مرحلة في ما هو منظور إلى أنه يبقى أنظام نسبي عندك قيمة على مستقل جمهورية وكل حزب بيحطها بس ده عشان أعمله أنا عارف أنه منتخب الحزب ده ليه خدينا وقعين اللي راحوا ينتخبوا القوائم منتخبوا أشخاص أه طبعا منتخبوا أشخاص القوائم إذن تسميتها بقيمة دي نقطة أما عشان كده بقول يعني الحضرتك بتقوله والأستاذ أسماء بتقوله هو بيؤكد فكرة أنه الوسط اللي إحنا فيه اللي هو تلت وتلتين هو ده الحل الوسط عشان يبقى فيه مرحلة امتقالية لأنه نتج عنه أنه أبعد ناس كتيرة قوي لأن الدواير مرعبة تمام أنت عندك الدائرة الفردية تلت أضعاف الدائرة اللي قبل كده أنا أعتقد أنه لا يجب أن نلوم ناس على نجاحهم أنه هم بصراحة تعاملوا مع القاعدة تعاملوا مع المساجد مع الجمعيات الخيرية لم يستطيعوا أن يوصلوا للتلفزيونات الشهيرة والصحف الشهيرة قبل ذلك وصلوا للناس للقاعدة للشعب بطرق كتير بسيطة يعني يدعو مسجد لدرس ديني للمرأة تذهب كل المنطقة أو الحارة بلغتنا تدعو مؤسسة نسوية لندوع حقوق المرأة بلقش عشرين عشرة لماذا السؤال لماذا لأنه في حديث باسم الدين الناس بتعتقد عندها خلط مرعب ما بين الواقع الديني والدين نفسه ما بين الإسلام السياسي والإسلام نفسه كتير ناس حتى في غزة فعتقدوا أنه حماس أو هلأ ناس بأخوان المثلين هم بمثله النظرية المثالية للإسلام وهذا مش صحيح أبدا لذلك يجب أن يجرب وأنا بوجهة نظري كل النظريات الكبرى سقطت بعد التجربة يعني وإذا اعتبرنا الإسلام السياسي نظرية هي الباقية ستسقط بعد التجربة وغزة غير كافية نحتاج مصر يعني آسفة أقول ذلك هي ليست حق التجارب ولكن نحتاج تجربة الإسلاميين وخوفي ليس من الإخوان خوفي من السلفيين كلنا تقريبا المصر كلها يعني الإخوان أعتقد أنهم سيحمون التنوع المصري البرالي ستكون هناك قرارات ليست مفاجئة تتعلق بالحريات الشخصية وحريات الفرد ولكن السلفيين والقوة الآن التي بنحها لهم البرلمان سيكون أمر صعب جدا طيب أنا عايزة أرجع نقيم الانتخابات بشكل مختلف والإقبال الشديد والطوابير الطويلة جدا اللي كانت موجودة في المرحلة الأولى أول يومين يعني جولة الأولى والإقبال الضعيف جدا للإحصائيات حتى الآن بتقول لا يتجاوز العشرة في المية بالمقارنة بحاجة وخمسين في المية في الإعادة ده معناه إيه يا أستاذ؟ دي أحلى حاجة ترد على إليهاته الأستاذة إلا أنا ألوم الإسلامي أوكي لأنه لو إحنا اعتبرنا أنا لا ألوم أحد على مكسبه أنا مشكلتي إنك أنت حطيت نظام لا يعبر عن واقع الشارع هذا النظام سحب كل البرشحين اللي ممكن ينزلوا فبالتالي سبت السحب وهذه ليست الديمقراطية الديمقراطية إن الكل ينزل والشعب يختار إنما نسحب الناس زي مثلا انتخابات 2005 نزلولي في الرئاسة نزلولي ناس لا تصح إنها تنزل فلما ييجي رئيس الجبورية ينجح قوله ده اختيار الناس بالفعل هو اختيار الناس يعني هو الخد أغلبية بس أنا نزلته قدامه مين يعني أنا ما سمحتش للقوة الحقيقية التي تستطيع أن تنافس كان ساعتها ما حدش بس ده ساعتك دي كانت مسرحية هزلية يعني معمولة بردو بعيدا أنا أصلا ما حطتش المرشحين الصح وعشان كده أنا بأصمم على إنه مسألة إن احنا عملناها التلت والتلتين سحبت كثيرين من النزول إلى الانتخابات فبالتالي لا تمثل النتيجة الحقيقية لو نزلت والإسلاميين خدوا مية في المية أنا ما عنديش منع ونرفع قبعة لكن يجب أن تكون الانتخابات حقيقية مش بتسحب ناس بر طيب أرجع الأرقام والأعداد والمشاركة الكبيرة جدا الجزء ده بقى نفهمه إذا كانت الناس بالفعل متجهة مع الإسلاميين وكان هناك مشكلة أو دايرة فيها زي أصل نيل اتنين وصاد اتنين إخوان كانت طبيعي إن أنا أشوف الليبراليين اللي هم العدد المحدود اللي ما يسواش حاجة نازل والإخوان العدد الكبير نازل لا ده نزل ولا ده نزل أهم درس في ده إنه نمر واحد نحن لا نستطيع أن نتوقع مزافة على الشعب المصري ده أول حاجة ده بجد ده إنه إحنا في الأولى وكنت بقولك قبل الهوى كنا متوقعين إن العدد يبقى قلال جدا لقينا طوابير مرعبة في التانية توقعنا إن العدد يبقى كبير عشان في بزاة الحتة اللي هي مشتعلة أه لقينا إنه ما فيش حد أنا في تصوري أول يوم إنه يمكن عشان عشورة أول يوم في القعادة تاني يوم طيب فيش عشورة بدين لقيه التاني يوم ما فيش حد برضو كان شيئا هجيب جدا تاني واللي استغربته أكتر إن مرشح النطرين الأحرار نجح في أصنيل برغم إنه سمعت إنه قاعدين بيحشدوا الإخوان ناس بأوتوبيسات عشان يروحوا يصوتوا إنما الرجل نجح بشراحة هذا الشعب هو في عبقرية غريبة أنا مؤمن بعبقرية هذا الشعب تمام إنما أنا مش عايزة نحن نشوف الإسلاميين في حد ذاتهم لوحدهم نشوفهم في إطار الحالة السياسية حالة السياسية فيها حتة خطيرة جدا إنه كان هناك نظام حكم فاسد لما جات الليبرالية لم تستطع أن تعطي خطاب يشعر الآخر بالتميز زي ما قالت على تونس خطاب الليبرالية ما حسسهمش إن في حاجة تانية عشان كده قالوا الناس الناخب العادي طب إحنا جربنا دول نجرب دول طيب أستاذ أسماء من خلال تعطيتك للانتخابات شايفة الأعداد اللي قلت جدا دي الأسباب تانية غير لقالها أستاذ محسد أنا بعتقد التكرار يعني اللي هو بس بهجت التجربة الأولى يعني آه نزيقت يعني بس كفاء بقى ديمقراطية كانت حابنا انت اختروا لنا فيه أحزاب بتحشد لأنه المرحلة الأولى هي الأهم وهي اللي بتحسم آه وبالتالي ما بعد ذلك ليس مهما أوكي بس كانت الأعداد تقريبا على كل كراسي الفردي يعني باستثناء آه ثلاثة أربعة يعني شايفة أنه هي الموضوع التجربة الأولى بس ملوش علاقة بسا بالغرامة ملوش علاقة بال هو الغرامة طبعا يعني هيك مش شايفة ده لا لا مش شايفة هيك شايفة أنه بس آه هي عادات روتين آه الشعب يعني بس أوكي سيد محسن أحزاب فيه أحزاب مفروض أن تاريخها كبير أو معروفة اسما حتى بالمقارنة أحزاب تاني زي الوفد آه الناصري تجمع آه الكرامة الأحزاب دي آه يعني خسرت خسارة ما بعدها خسارة في المحل ولا حيك شايف ده ليه أولا الأحزاب معناها الأكثر شهرة يعني بالمقارنة أنا بسمي الفلول هما كل من شارك في العملية السياسية قبل خمسة عشرين يعني فالأحزاب دي من الفلول فيه تأدير الشخصي الأحزاب الحقيقية لسه حتتشكل يعني سواء اللي طلعت إنما ده انت لسه دخل في مرحلة أنه تبان هي النهاردة احنا دخلين في جزء شخصي يعني فلان وفلان يتخنقوا إنما نمش شايف في الوقت كتير ما بين إنما ستجدي في المرحلة اللي جاي عشان كده أنا بقول نخلي حكاية القوام دي بعدين لحد لما الأحزاب تتشكل والقوة تتشكل وحتاخد وقت ولازل تبقى على الشارع خلي بالك أغلب هذه الأحزاب أغلبية أحزاب تليفزيونية آآ يعني منشوفها بس تليفزيون ما لهاش وجود في الشارع خلت يكون ما لهاش مقر تقلي لأ ديها مقرات بس هي شغلها على التليفزيون آآ إنما ما هيش شغلها على الشارع ما تربيش كوادر صحيح فده حيتعمل ده انت لسه بتقولي انت لسه في حضانة في أول يوم في حضانة صحيح فإحنا دخلين على ده طيب ساز أسماء تقييمك للعملية الانتخابية للمصرين في الخارج يعني الأرقام بالقول كذا مليون مصري مقيمين في الخارج وإن كان اللي سجروا نفسهم 300 و حاجة شخص منهم 200 و حاجة شخص اللي صوتوا في الدول الخليج تحييرا للسعودية والكويت تقييم حديك للبروسيس دي أو للعملية الانتخابية للمصرين المقيمين بالخارج شوفي انت بتسأليني كأني مصرية آآ بسألك هنا صحافة تجب أنا شايف أنه مشاركة المصرين في الخارج هو الصوت كان لازم يسمع يعني وكان أمر رائع حتى لو كانت النسبة لم ترضي البعض بس بالنسبة لو سألتيني لو سألتيني عن الإسلاميين لو سألتيني عن تجرؤى أنا تحبت من الكاميرين يعني مشاركة لم تحكيزين عند المفروض أن نعمل مفترة جاية بقدر أحكي لك بس هلأ الانتخابات نخسمت تقريبا يعني لليسه لسه لسه داتين يعني يعني بدنا نقول أنه اللي متوقعينه صار فلازم نتحضر للفترة اللي جاية أوكي متوقع أستاذ محسن أنه المرحلتين الجايين يغيروا النسب ولا نفضل في نفس النسب النتائج شوفي أنه حد يتوقع يبقى بيهزر النهاردة أوكي لأنه هو فيه جوانب فيه جانب خطير جدا أن اللي برالية فيها خيبة أنها بتنهزم وفيه كتلة تصويتية مستنية تدي للحينجح فلو تهزمت اللي برالية زي ما بتعمل دلوقتي بتساعد الكتلة التصويتية أنها تنجح خصوم اللي برالية فدي خطيئة إنما فيه جانب تاني أن الجزء الأكبر من الدوائر اللي ما فيهاش مرشحين من الجانب الإسلامي لسه هي اللي جاية فدي هتخفض من الجانب الآخر إنما أنا عايزة أنطه بقى اللي ما بعد الانتخابات ودي الحتة اللي أهم كتير بقى لا توجد كتلة تصويتية تملك أغلبية يعني لو مشينا على المعدلات الأستاذة أسماء قالت إنها حسمت هفترد هذا فعندنا 35% للإخوان كراسي سيبك من نسب التصويت لأن نسب التصويت خدعها ثم عندك يمكن من 15% إلى 20% سلافين نحن حينما نتكلم وبالذات اللي برالية حينما تتكلم عن الموضوع بتتكلم عن الموضوع وكأن الذي فازه هو السلافي يعني نتعامل مع الموضوع حتتنقبه برغم أنهم 15-20% ومن المنطق العاقل إن هناك معركتين جايين معركتين ما بين البرلمان والدولة المعركة الأولى إن البرلمان لا يشكل حكومة ولا يسقط حكومة طيب دوره فين في التشريع يعني يستطيع أن يوقف عمل الحكومة تماما ويقدر يستخدم أساليب الرقبة في الرزالة على الحكومة ما بين الأسئلة وطلبات الأحاطة والاستجوابات طبعا بحيث أنه يفرد عليها إنها تدخله معها شركة المنطق ده عشان يوصلوا هيجي الإخوان يتفقوا مع السلافيين ده في تقديري إن هم تعالوا نوقف كل حاجة للحكومة لأنه لن يستطيع أن يتفق مع الكتلة مجرد مع عمل ده ستنتهي علاقته بالسلافين لأنه لا يمكن للإخوان إنه يربط نفسه بالسلافين لأنه هم ضريبة سيئة جدا بالنسبة له لأنه الفارق ما بين الإخواني والسلافي الإخواني عنده تجربة سياسية عارف يقول إيه وما يقول شيئه مساياس أكتر بكتير منه والسلافي راجل بسيط جدا بيقول كلام بيرعب الناس لا دعوي يعني هو دعوي ما هو دعوي دعوي متطرف طيب فهذا حيكون الانفصال وحيحصل تحالف ما بين الكتلة وما بين الإخوان أستاذ محيك عندك تعليق الأول قبل ما كانت حاجتين أنا بعتقد إنه السلافيين وإخوان المسلمين لن يكون بينهم تحالفات مثل ما نتوقع يعني طيب خليني أسألك التوازن اللي حيعمل توازن هو الرئيس رئيس نعم